موسيقى موسيقى نعم الكو موسيقى دى roman موسيقى عبدالله الداودي لان لم يesyطى اللي اللي غاديش دبيت ديو ذاك شي باش نكون من نجوم يعني انا يعني دي الفناني اللي قلت ليا قاع معروفين قاع مشهورين دازوا يعني في قنوات تلفازية علاش دريس امان ماداش في قنوات تلفازية واش نتاق لما كتدقش البيبان ولا ما بغي يعني بغت نسى تلقى غير وراء الأضواء لا ما لقيتش اللي ساعدني باش نتلفز فيه ولكن سمعنا فسمعنا جتعة تشابه يعني دي السيف القورة ولا اولا اولا كعازيف ولا كعازيف وكن دي القورة المعها مع نجات حتابه ومحصر شي الشرف باش ندوز انا بوحدي لان ما كانش اللي غي يساعدني وقاع هادو كل الناس اللي تشعروا داك شي حلا يعني ما منكره الجميل او شي يعني انت شديتي بيت ديو في المسيرة ديالهم شديت بيت ديو مزاف دي الفناني انت دا بواخد خاطرك منهم بأنهم ما كيسولوش على بودريس لا ما كيسولوش لان ارى اعرف انا باقي كنغني مزيان باقي عندي صوت مزيان باقي الصوت ديالكم مزيان الصوت ديالي ما عطيتيش شي مرشيح لا الحمدولله باقي الصوت مزيان لان ارى اعرف ديباد الحرباتي ما يكرش انسان غتغني حسن منه وغي بغيك يعني دب انت كتغني حسن منهم كلهم كلهم وما كيعرفوش بحالك تقول ديبا موحاز دينك ماشي كيسو حاز دينك غير بالانسان قسو عقل على الجاميل ويش دبيت دك يقول هذا الانسان را فنان كبير يعني را شد دبيت دينا في الاول اه في الاول وعطينا هم وبدعناه وكي اللي كنا كنخرجوا من الكاسيط وما كي يعودوا اغاني ديالنا وذلك شيء كنتي قلت لي بانا منكت كندر ذيش انوية قلت لي بانا اه زينة داودية انه كنت كتغني ديك السعرى ويعني وانتلك تكتعطي الميكرو باش كتزعمه انا باش تدير الاغنية الشعبية اه واحد الوقت كنت باقى ما درت شرى يقع كنت كنت لقوه في الحفلات وادي وكان اعطيه الميكرو تغني هذا يعني انتلي زعمتها زعمناهم بزاب مشي غاهية بزاب ديالفنانة هذا ديالفنانة اللي زعمنا وما كي اعرفوني لانان كتنجم في الثمانينات وتسعينات كتنجم شكل الفنانة يعني اللي جاورتي كنتي قلت لي يا مصطفى بورغون جاورت مصطفى بورغون جاورت الحاج موغيت انا لكتكن دياليش شعبي لا يطب واحد لوطان ورا عاربج وجاورت ستاتي كنا كنا نمدعو معها كنا نأخذو الاراء كنا نتحاورو كنا نأخذو وساعدو الحوات يخجر بيضوي خدمت مع الزاب الله يشاف فيها الله يشاف فيها مشكينة ويشد بها ورب يشوف فيها وذيك فنانة عظيمة ومخدرش حقها بالأغنية الشعبية وذيك السيداء كنا نخدمو معها بزا بلوطيلات بمعراجانات بزا بدين المناسبات يعني قلت لي سيدريس أنك من ثمانينة تسعينات ما عمرك دستيف شي من بر يعني دستيف تلفازة يعني دهور يعني كما كنقوله مش موشاشي قليل أناULL يالله بودريس يالله فاقsim يالله فاقسي يالله بغي بغي التقل في بندي الكلفازة لا speaks prefix Woah يعنيjerوم المنا hazardous لا الغير أنا واحد الوقت كانوا الناس كل ليس بغيني كل بغينة أن نتحدثني يعني ربطا الحفالات لم يخطانوني بزا الأعراس لا الحفالات كانوا بكؤية وشهادة كانوا الناس كل يشب وجه كل اللي يدرشي أرسق سنجي بدريس أمام هدا هو المشكل اللي يعني ما كتيش مسالي لتلف هذا دي فساعة ما مسالي لتجدك شي تا أوروبا ما بغيتاش بواحد الوقت علاش كتنجم وخدام بالحفلات وهدا والناس يبغي هنا وهدا وبقيت في ذيك الموجة ما قلتش الوقت غتطور و ما الوقت طورت ولكن ربما ملقيش لي ساعدني شني شي حاجة لي بقاتلك يعني في نفسك أنك بايت تحققها هي النجومية يعني بودريس بغيت تشهر أنا كتنجم وما تشهرش ربما نقدر نعود نرجع لأن بقي عندي طاقة صوتية وبقي كان نبدأ وبالحكم الجمهور شكولك كتنوم داروش كتنوم نفسك ولا كتنوم الناس اللي كانوا معاك ومشتدوش بيدك لأنه ضروري غتنوم الناس ولش ما تنومش نفسك بأنك أنت ما دقيتش البيبان ربما ربما دقيت بزافة البيبان دقيت بحلة قلتي إهمال تسد على رأسك أه إهمال صحب قلتنا نمشي الأعراس عمار ضاير ضاير وكانوا الخارجات بزاف تنخرج بزاف من المغرب تنخدم هنا تنخدم نار فين خرج شيء يعني خارج المغرب خرجت مشيت لدوبي إمارات مشيت لدوبي مشيت للمحرين مشيت سلطانة عمان يعني الدول العربية دول العربية كلها درسة أوروبا لم أزرتها مؤخرا مشيت للكودي بوار بسعي الله كان خدم باللوطيلات وعندي الإقامة دي للكودي بوار دي با السيدريس شنو الرسالة اللي بغيت وصل الرسالة اللي بغيت وصل هو هاد الفنان دريس أمان يعني بدع في الأغنية الشعبية وباقي كيعطي وباقي عندي الصوت وباقي كنبار الناس والجمهور والتي تحكم يعني يجعل الناس اللي كيتفرجوا بيها وكيشوفوني كيقول لي أنت نجمة قولي يا سيدريس شنو الطالب اللي كتطلب من الفنانة اللي انتا يعني بدتي لميد المساعدة كنتطلب من الفنانة اللي اللي تشهرو وكيقولوا كلمة دير مدابة مش يساعدوني أنا يعني كما شدتي بيدي مش دو بيدي ومقدة يساعدوني غير بيقولوا كلمة وينة بيها ويحاولوا يساعدوني في الإعلام باش نقدر نحقق الأومية دياني قلت لي بأنك أنت كتكتب لليشي فنانة كتبنا لفزاب ديالناس كتبت الفنانة ميلودا كتبت الفنانة فاطمة وكان واحد الأخ ديالي المرحوم توفى مسكين توا كان كيبدأ وكيكسب وكان نشارك نوية الكتابة وكنا كان يعطيه الفنانة بززاف رويشة صغير بززاف ديال الفنانة اللي يعطيناهم وكي اللي اللي عندي 22 شاريط في المغرب تبارك الله 22 شاريط وربما تليدي توري كنا كانت لقوا معهم ما كانش فيهم الخير كانوا كيف يفكرو غير المادة وانا ضربت واحد قطعة زيلة زيلة فعل لقد قدروا يعقل عليها صاحب يضرب شيدك المونتج لا لا شجلت واحد القطعة زيلة زيلة فعل 92 وربما الناس يقدروا يعقلوا عليها وكي الناس يعرفين مواكبين هذي المسيرة دي هذك القطعة دارت حالة في المغرب دارت بوم حلقنا بوم ولكن انا ما وصلش ما عرفش علاش واش ما عندي الظهر واش الناس مش تدوش بيد دي واش انت الساد واش انا ساد على رأسك ساد على رأسي ما عرفتش ربما ان شاء الله يكون خير في هذ في هذ الوقت هذي قالوا لي يعني شحالة دي شاركت واحد الجولة مع عاجل وفولان شاركت في تورد وماروك مع عاجل وفولان ومع راشيد بالرياح مني كان تلقيت عادي المينة في السلام والكرم شعالية كان باجي عبد كبير في شوش بوزة ملقب في شوش بوزة وكان كما قلنا عاجل وفولان كانوا دينين تونائي وكان الخياري واش شاركت مع نجوم في ذاك اللحظة يعني وما شو تبارك الله ما وصلون يعني السؤال اللي محيرني لاش انتا ربما يعني انتاك تترجع اللوم يعني للناس وبعد الفنانة ولكن أنا كيبالي بانك انتاك سيدريس واسمح لي انترك تساد على راسك ربما عارف زمان وانسان منك تجواج وتي ولاد وتي دير ولدات تيبقى خدام غير على كتبقىش بالك ديك النجومية ولا غادي تيبقى يبالك عمار في العراسات عمار لاننا رك عارف الحياة كانت صعبة بانسان جواج وولدات وهذه ربما هذا والسبب لي خلاني ما نكونش نجم من النجوم اخر ريسالة اللي غا توجه اشنا هي ريسالة اللي غا توجه الجمهور المغربي الجمهور المغربي ضواق وعشاق وتي عارفوني بديان الناس بزات وعارف من الخدمات دياري وعارف اني بقي عندي الصوت وبقي كنخدم كنطلب من الجمهور يلا سمعني وشاهدني يحاول يساعدني يعاوني وانا راجع للميدان بواحد القوة بواحد الإبداع بواحد الصوت حنين وكنطلب من الفنانتا وما اللي تيعرفوني وغي يشاهدوني وكيتمعوني وفيتين سامعيني يحاولوا يساعدوني من قلت لي يا ذك الصوت الحنين بغي نشي موال بات الصوت حنين بناك تقولي يا الصوت القوي بغي نسمعوا الصوت القوي مرحبا وعلاش نسيتوني وعلاش مش ديتوش بيدي ونغريب وبراني وعلاش يحبابي وعلاش وطلوموني ونغريب وبراني وعلاش ليا ملداز ما نصفتني ولاش ملداز ما نصفتني ولاش ياليا ملداز ما نصفتني هذه رسالة واغنية في نفس الوقت تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة